السلام للبناس كديري لبساليكم مرحبا بكم في فيديو جديد وموضوع جديد أكيد أن الفيديو ديالي اليوم فيديو مهم إن شاء الله لكل سيدة راغبة في الحمل والإنجاب قبل ما نبدأ هذا الفيديو كان بغي نتمنى عيد مبارك سعيد الجميع الأخوات اللي كي يشاهدوا القناة ديالي من مختلف الدول العربية والعالم بطبيعة الحال شكرا لكم مرة أخرى على الدعم ديالكم باللايكات شكرا على المتابعة ديالكم لجميع الفيديوهات ويا ربي إن شاء الله ترزق كل أخت فيكم درية صالحة في القريب وتفرحونا جميع الفيديو ديالي اليوم فيديو مهم إن شاء الله وصفة لتحسين جهودة البويضات بطبيعة الحال هاد الأخت هدي اللي معانا في هاد الفيديو 44 سنة وهي يعني بطبيعة الحال كانت كتنتظر بفارغ الصبر البويضات ديالها كيوصلوا لعشرين واثنين وعشرين وما كيتلقحوش هاد الأمر هادا أو هاد المشكل هادرة عند أغلب السيدات يعني كتلقى عندها الدورة منتظمة كتجي كل شهر مع ذلك يعني ما كتلقاش الاختبار موجب كتفاجئ ديما بنزول الدورة رغم أنها رقبة الإبادة ديالها رغم أنها كذلك تأكدت من أن البويضات ديالها كبار ومع ذلك التفاجئ بنزول الدورة الشهرية الأمر اللي خلها تقلق وتوتر لما يحصلش الحمل بعد ذلك يعني ما خلت ما جربت بطبيعة الحال درت عدة أشياء عدة أدوية لتنشيط التبويض للمساعدة على الحمل كذلك شربت عدة فيتامينات ولكن ما جابوا مع هاتشي نتيجة من غير هاد الوصفة هدي سبحان الله هاد الوصفة قوية وجوني بزاف ديال التعاليق على الوصفات لتحسين جودة البيض أو البويضات وهدي هي الوصفة اللي ممكن أنني نقترح عليك في هاد الفيديو هذا لتحسين جودة البويضات الضعيفة إن شاء الله بطبيعة الحال باش تحسني من جودة البويضة ضروري خاصة تغذية جيدة ضروري خاصة كذلك تبعي واحد الحمية غدائية حمية ما شي كنقصدو بها أنك تحرمي راسك من العناصر المهمة الحمية هي أنك تبعي واحد نظام غدائي واحد نظام حياة بطبيعة الحال السيدات اللي كي يهتموا بالأكل ديالهم كيلقوا واحد النتيجة عكس السيدات كي يكلوا يعني أي حاجة يعني كي يكلوا الدهن بكترة بطبيعة الحال كنلاحظوا بأن مؤخرا تغذية ديالنا ولا فيها المواد الكيماوية المواد الحافظة يعني بطبيعة الحال هاد الأمور هدي كتأثر الخصوبة ديالنا وكذلك كتأثر على جودة البويضات ذاك شي باش كي وقعوا إسقاطات كي وقع إجهاض متكرر ذاك شي باش يعني السيدة ما كتلقحش لها البويضة لأن الجودة ديالها سيئة وما يمكنش أنها تنقسم وتكون جنين عكس يعني الزمان يعني شحال هادية راه الناس كانوا كي يهتموا بتغذية ديالهم كانت تغذية سليمة تغذية جيدة وبالتالي يعني السيدات كيتمكنوا أنهم يحصلوا على الحمل بسرعة رجعوا تنتم أكلوا أكل طبيعي ما تبقوش يعني تجيبوا لبيوت ديالكم أي شيء يعني خصوصا للمعلبات يعني الأشياء المعلبة اللي فيها المواد الحافظة الدهون بكترة الحلويات جميع هاد الأشياء هدي إلا تخليت عليهم صدقوني راه غادي تحصلوا على البويضة بجودة عالية في ظرف قياسي في واحدة المدة قصيرة ممكن أنك تحصل على البويضة جيدة قابلة أنها تلقح ويحصل الحمل بطبيعة الحال مرسل رياضة بكترة حاول أنك يعني تأكل العسل الطبيعي دخله للمنزل ديالك يكون أصلي التمر بكترة يعني التمر مفيد لجميع الأخوات جميع السيدات خاصهم يأكلوا التمر يوميا التمر كيقوي بطانة الرحم كيقوي جدار الرحم كذلك كي ينشط لك التبويض يعني رائع جدا حاولوا أنكم تدخلوه في المنزل ديالكم باشها كتناولوه بصفة منتظمة تناول كذلك المكسرات المكسرات راه مفيدة بزاف البقوليات الأشياء الخضراء يعني الخضر الخضراء اللون كذلك يعني السلطات بكترة الندم ديالك يكون غني ومفيد وبطبيعة الحال ما كانت تكلموش على الزوجة فقط بينما كانت تكلموتي على الزوجة يعني تالزوج ديالك ضروري التغذية دياله تكون سليمة يبتعد على مصادر التلوتي يبتعد على التدخين خصوصا إذا كان مضخن بطبيعة الحال كل هاد الأمور هديك تأثر على جودة سائل منوي وكذلك البويضات حاولوا أنكم ما تستهنوش بها لأن فعلا إلا اهتمت بتغذية ديالك بالإضافة إلى الوصفات غادي تحصل على بويضة جيدة إن شاء الله تجنب كذلك التوتر والضغط النفسي من الأمور الهامة جدا بالإضافة إلى الحفاظ على الوزن الصحي بطبيعة الحال كان مكملة الغذائية التي تقدر أنها تساهم في تحسين جودة البويضات هذه المكملات الغذائية ممكن تحصل عليها من الصيدليات بطبيعة الحال ممكن بدون استشارة الطبيب وعندها بزف ديال المسميات أهم حاجة يكون فيها حمض الفوليك أو لصيد فوليك باشها تكون متكاملة إن شاء الله وبطبيعة الحال ممكن تحصل عليها سيدة باش تقدر أنها تحسن من جودة البويضات ديالها هاد الوصفة هادي قوية إن شاء الله الوصفة اللي جربت وفعلا كبرت لها من حجم البويضة قبل ما نعطيكم الوصفة حاولوا أنكم ديما تخليوا لي اللايكات ديالكم بطبيعة الحال هاد شي لاجبكم المحتوى للفيديو وفعلا أنه غادي يفيدكم لأنه فعلا الوصفة قوية وجربوها العديد من الأخوات ونالت الإعجاب ديالهم ومنهم هاد الأخت هادي كان عندها حمل بسرعة لربما يعني تكون هادي هي الوصفة القوية المعجزة اللي غادي تحقق حلم الأمومة المجموعة من السيدات إذن الوصفة هي عبارة عن ملعقة صغيرة من القرنفل ممكن إما تستخدم القرنفل أو ممكن استبدال دياله بملعقة صغيرة من الميرامية مع ملعقة صغيرة من الحلبة إذن الوصفة هي عبارة عن ملعقة صغيرة من القرنفل مع ملعقة صغيرة من الحلبة أو ملعقة صغيرة من الميراميا مع ملعقة صغيرة من الحلبة ستوضعها على ملء كوب من الماء الساخن الماء يكون مغلى حتى درجة الغليان تترك هذا الوصفة لمدة 15 دقيقة يعني غطي لها باش هكا زيوت الطيارة ما تتطيرش في الهواء وكذلك خليها مدة 15 دقيقة ثم غادي تصفي هذا المشروب وغادي تحاولي أنك تشربه بمعدل مرة واحدة في اليوم مدة 15 يوم ابتداء من أول يوم لنزول الحيد إلى غاية اليوم الخامس عشر وانتي كتناولي هذا الكوب هذا يوميا على الريق بمعدل مرة واحدة في اليوم بطبيعة الحال في الصباح الباكر من الأفضل باش هكا الجسم ديالك يستوعب هاد المكونات هادو وكذلك باش يستفد من الفوائد ديالهم ويحصل الحمل بسرعة هاد الوصفة هادي يعني كيف ما قلت لكم إما القرنفل مع الحلبة أو القرنفل مع الميرامية كيف ما ذكرت لك في الفيديو حولي أنك فقط يعني تخذي الوصفة كما يجب بالمقادر ديالها وبالمكونات ديالها باش إن شاء الله تنجح معك بسرعة ممكن تحليد الوصفة بالعسل الطبيعي فهو اختياري على حسب يعني كل وحدة وكيفاش كتبغي هاد الأعشاب هادو ممكن تحليد ديالهم وممكن أنك تكتفي بالشرب ديالهم وبطبيعة الحال غايحصل الحمل بسرعة إن شاء الله لأنها فعلا وصفة تنشط الطبيعي تقوي جودة البويضة وتحسن جودتها وبالتالي احتمال حصول الحمل وارد جدا إن شاء الله بطبيعة الحال يا ربي إن شاء الله ترزقكم بالدرية الصالحة في القريب وتفرحونا جميع بهذا الخلطة هدي اللي ممكن أنها تحقق حلم الأمومة المجموعة من الأخوات ويحصل معكم الحمل بسرعة ما تفقدوش الأمل دي مخلكم على يقين أن الحلم ديالكم سيتحقق وأن مسألة الإنجاب فهي مسألة بيد الله تعالى يعني هو اللي يرزق الدرية وهو اللي يعطى الخير في واحد الوقت معين أنت ما كتعرفيش يعني حتى أخير هذا ممكن يكون فيه الخير ليك وممكن بطبيعة الحال في واحد الوقت ربي يعود الصبر ديالك ويعطيك بالدرية وممكن يفرحك بالتوأم علش الله إن شاء الله كيف ما فرح مجموعة من الأخوات اللي كانوا فاقدت الأمل والأخوات اللي كبار في السن واللي بالفعل قالوا مستحيل ولكن ربي أعطى الأمر دياله بأن الدرية غادي تكون إن شاء الله في واحد الوقت كان هذا هو الفيديو دياليوم أتمنى أنني ما نكونش طولت لكم الفيديو بطبيعة الحال حاولوا أنكم ديما تصنتوا لي الفيديو تل أخير باش هكت تاخدوا تنصائح لأن فعلا تنصائح كتكون مفيدة مع الوصفة باش كي يقد أنها تفيدكم ويحصل الحمل بسرعة كندرب لكم موعد في الفيديو الجاي إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا